جمهور النادي الاهلي انا سايب وانا كده ايف حتى الواحد مبارح كنت بتكلم على ان الاهلي والعين ممكن تبقى القوى متقربة اه 50-50 المباراة بس جمهور الاهلي يرفع من ال 50% دي 20-30% كمان النهاردة رفع 100% ايه الجمهور ده 90 دقيقة هتفات 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 مال كل كرسي في استاد القاهرة مرعب وعزرا ليه نادي العين ولعبي نادي العين وهنا كريسبو هذا المدرب العالمي او المهاجم العالمي ووقت ما كان بيلعب يعني بارح كانوا يتحدثوا عادي يا جماعة وهو العين بيلعب قدام جماهير كتير يعني بيلعب في الصالية بيلعب في الاسيا في الامارات في اليابان كلام انا قلت يبا يا رحنا يا فندم جمهور الاهلي غير انت بس ما تعرفش جمهور الاهلي كويس قديك شفته النهاردة وشفت الثلاثة جمهور الاهلي مختلف فعلا مرعب يا جماعة سبحان الله ويبدو ان اللون الأحمر ده كمان وفكرة ان الصوت بيطلع مع بعضه والهيتفات قوية جدا الناس ما بتسكتش ده يعمل لغط على اي فريق في العالم انا فاكر في 2001 الاهلي وريال مدريد كانوا بيلعبوا ماتش ودي جمهور النادي الاهلي ده كان بيهتف وفي ارض الملعب مين بقى زيدان وفيجو ورونالدو وسالجادو هيرو وجيرمي ووربيرت كلوس ناس يعني تخوف اصلا الجمهور كانوا بيعملوا كده جمهور الاهلي يخوف يخوف مهما كان عندك خبرات مهما كان اسمك كبير مهما كان تاريخك كبير جمهور الاهلي يرهب اي منافس نهاردة ثقة كانوا هحطوا لفتة كده للعب تلنادي الاهلي تقول ما احنا معاكم ما تقلقش ده معناها يعني طول ما احنا معاكم ما تقلقش هتكسب مدهش جمهور الاهلي بعدين ما بيقلقش ما بيخافش خد بالك العين جامد او كسبان اسيا ومعها لعيبة محترفين جامدين جدا تمام انا الاهلي خد بالك بس العين ده كان كسبان الهلال في الفاينل وماشي تمام انا الاهلي خد بالك بس العين ده تاريخ كبير برافو انا الاهلي دي سيكة جمهور النادي الاهلي في نفسه وفي فريقه وفي نديه هذه المؤسسة العظيمة ودائما بتحدث عن الاهلي بهذا التقدير انه مؤسسة مصرية كبيرة مستقرة رائعة من الف وتسعمية وسبعمية وسبعتاشر سنة مؤسسة مصرية محافظة على كل هذه النجاحات انا بافتخد بالنادي الاهلي عشان كده عشان بلدي عشان مؤسسة بتشرفنا طول الوقت في كل الدنيا لقى اللي النهاردة يا جماعة خد كاس من بطولة نظامها الفيفا تفاهم ايمت ده فاهموا حاجة مدهشة بادين